اشتركوا في القناة في تهيئة جيل منهم من الشباب وتزويده بالخبرات والمهارات اللازمة للمستقبل وفرص الدخول في سوق العمل مشيرة إلى أهمية احتضان المدينة للفعاليات وبرامج التوعية الصحية بما يتوافق مع الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع عادات صحية تحافظ على سلامتهم من جانبها أكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن مدينة شباب 2030 حريصة على الاستمرار في تدريب الشباب البحريني وتزويدهم بالمهارات والقدرات اللازمة والعمل على دعم مشروعاتهم ومبادراتهم في مختلف المجالات مشيرة إلى ما توليه المدينة من اهتمام كبير بنشر الوعي في المجتمع البحريني بصورة عامة وبين الشباب بمختلف الموضوعات البارزة بما فيها جوانب الصحة النفسية والحركة الجسدية هذا وطلعت وزيرة الصحة خلال الجولة طلعت على المبادرات والبرامج النوعية الجديدة التي تقدم في المدينة والتي تبلغ 148 برنامجا بالإضافة إلى أكثر من 4000 فرصة تدريبية و73 مشروعا شبابيا في ريادة الأعمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر